اشتركوا في القناة الحركة الاهتزازية طيب هتسألني سؤال تقول لي مثل هي الحركة الانتقالية كانت ايه بالضبط الحركة الانتقالية فيها انه بيغير الجسم موضوعه بالنسبة لنقطة مرجعية ثابتة وبالتالي بيكون لي موضع ابتدائي وموضع نهائي زي حركة ايه بالضبط مثل حركة الكتار النهاردة هتكلم مع بعض الحركة الدورية ايه المقصود بحركة دورية هي حركة بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية طالما قلنا دورية زيناك هيجي على طول ان في تكرار بانتظام على فترات زمنية متساوية من امثلة الحركة الدورية هنلاقي الحركة الاهتزازية وكمان الحركة الموجية اليوم هنبتدي مع بعض في دراستنا لأول نوع من انواع الحركة الدورية وهو الحركة الاهتزازية علشان نقدر نتعرف على مفهوم الحركة الاهتزازية خلينا نجري النشاط الاتي على فكرة انت تقدر تنفذ النشاط ده معي دلوقتي ببساطة محتاجين قلم وخيط طوله حوالي 30 سنتيمتر وعملة معدنية طبعا مش عارفة انتو عندوكم العملة المعدنية بتاعت زمان اللي هي الربع جنيه المخروم في النص ده ولا لأ هنكون بندول بسيط زي ما احنا شايفين في الشكل بنربط طرفي الخيط في منتصف القلم وبنربط الطرف الآخر من العملة اللي هو بالنسبة لنا ده اسمه الجسم المهتز امسك القلم باليد اليسرى واكذب العملة جهة اليمين ثم اتركها يا ترى ممكن تلاحظ ايه؟ تتكرر حركة الجسم اللي بنسميه جسم المهتز اللي هو بالنسبة لنا العملة على جانبي موضع السكون بانتظام على فترات زمنية متساوي لو تلاحظ كمان ان بيتساوي مقدار ازاحة الجسم المهتز على جانبي موضع السكون في كل دورة وبالتالي بتكون سرعة الجسم المهتز اكبر ما يمكن او نسميها نهاية عظمة عنده مروره بموضع السكون وبتقلب الابتعاد عنه حتى تصل الى الصفر عنده اقصى ازاحة له على جانبي موضع السكون فين هو موضع السكون؟ بالنسبة لنا موضع السكون في المنتصف كده وبالتالي كل ما بيتحرك بعيدا عن موضع السكون بتلاقي ان السرعة بتاعته بتقل لما بيعادت بموضع السكون بيصل الى النهاية العظمة او اكبر ما يمكن في سرعة الجسم طيب بالتالي سؤال بقى نقدر نستنتج ايه؟ الحركة اللي بيحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه بتعرف بالحركة الاهتزازية تقول يا ميس طيب يعني هي حركة دورية اقول لك ايوة حركة دورية بس ايه اللي تضاف عندي؟ تقول يا ميس انا فهمت انها بتتكرر على جانبي موضع سكونه وبالتالي نقدر نعرف الحركة الاهتزازية هي الحركة الدورية التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه بحيث تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية زي ما احنا شايفين قدامنا شكل اللي قدامنا ده بيمثل بالنسبة لي البندول البسيط واضح جدا موضع السكون عند النقطة الف واضح النقطة ب والنقطة جيم دول اللي هي نقاط اللي هي يعني بيصل عندها السرعة بتبقى اقل ما يمكن لانه بعيدا عن موضع سكونه عند النقطة بيه وجيم لكن بتصل اكبر ما يمكن عند النقطة الف اللي هي عند موضع سكون سؤال دلوقتي ما هي العلاقة الرياضية بين طاقة حركة البندول وسرعته؟ نقدر نتذكر مع بعض ان طاقة الحركة بتسوي ايه؟ بالضبط نص الكتلة في مربع السرعة من خلال العلاقة اللي قدامنا نلاحظ ان طاقة حركة البندول تتناسب طرديا مع كل من ايوة الكتلة وايه كمان؟ ومربع السرعة معنا كلمة علاقة طردية عايزين نفتكرها مع بعض يعني ايه طردي؟ اي انه كلما ازدادت سرعة البندول بتزداد ايه؟ بالضبط طاقة حركته والعكس صحيح بس في الحالة ايه؟ بفرد ثبات الكتلة وكده نكون قدرنا نتعرف على مفهوم الحركة الاهتزية تعالوا ناخد مع بعض مثال تطبيقي علشان الامور تكون اوضح بالنسبة لنا خلال الشكل اللي قدامنا اي المواضع بيكون عندها اقصى ازايحة لكرة البندول؟ بالضبط هتسبقني وهتقول لي المواضع بوجيم لانها بعيدا عن نقطة السكون جميل طيب سرعة الكرة البندول اثناء اهتزازه اكبر ما يمكن عند الموضع بالضبط آلف لان الموضع آلف ده بيمثل لي ايه؟ موضع السكون سؤال كمان ماذا يحدث لطاقة حركة كرة البندول عند وصولها للموضع جيم؟ بالضبط تصبح سفر خلينا نتفق ان ممكن يكون عندنا اجسام بتتحرك حركة دورية فقط غير اهتزازية واجسام اخرى بتتحرك حركة دورية اهتزازية تعالوا نشوف مثال تطبيقه عشان نقدر نوضح الفرق ايه الحركات التالية تمثل آلف حركة دورية اهتزازية بحركة دورية غير اهتزازية قدامنا صورة الارجوحة وكمان في حركة الشكر رنينة وحركة الوطر المشدود وحركة لعبة النحلة فكروا كده معي تمام هتلاقوا ان كل من حركة الارجوحة والشكر رنينة والوطر المشدود امثلة لحركة دورية اهتزازية طب تفتكروا ايه السبب؟ بالضبط لانها بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية على جانبي موضع السكون واضحة جدا في الارجوحة وكمان في الوطر المشدود طب والشكر رنينة تقولي ايوة مسمة هو ليها فرعين الشكر رنينة ليها فرعين كل فرع بيهتز حول موضع سكون تمام ماذا عن حركة لعبة النحلة؟ هنلاقيها انها مثال لحركة دورية غير اهتزازية تفتكروا ايه السبب؟ دورية لانها بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية ولكنها لا تعتبر حركة اهتزازية ليه؟ لانها لا تتكرر على جانبي موضع السكون احنا بنتكلم عن الحركة الاهتزازية ايه رأيكم نشوف ازاي ممكن نمثل الحركة الاهتزازية بيانيا؟ ولكي يتضح لنا كيفية تمثيل الحركة الاهتزازية بيانيا نحتاج الى ان نجري النشاط التالي الادوات محتاجين شريط من الورق ملفوف حول بكرتين زي ما هو واضح في الشكل زنبرق ثقل وقلم الخطوات نثبت القلم في الثقل المعلق في احد طرفي الزنبرق نعلق الطرف الاخر للزنبرق بحيث يلامس سن القلم منتصف الشريط الورق الخطوة اللي بعدها نجذب الثقل لأسفل ثم نتركه مع لف الشريط الورقي بانتظام يا ترى ايه الملاحظة؟ تكون شكل منحنة على الشريط الورقي منحنة او هنلاحظ ايه بقى؟ هنلاحظ ان بتمثل الحركة الاهتزازية بيانيا بمنحنة جاي بيه كالموضح بالشكل المقابل انت لو فكرت معي ايه اللي بيحصل هتلاقي ان الزنبرق المعلق فيه الثقل وبينزل لأسفل وبيرتفع لأعلى فبيديني شكل منحنة أعلى يعني صعودا مهبوطا زي ما هو واضح في الشكل اللي قدامنا فنلاقي ان بتعتبر حركة الثقل المهتز حركة توافقية بسيطة طيب بتقولي ايه مثل موضوع الحركة التوافقية البسيطة ايه المقصود بيها؟ الحركة التوافقية البسيطة هي ابسط صور الحركة الاهتزازية وفيها بتتغير سرعة الجسم عكسيا مع مقدار ازاحته بعيدا عن موضع سكونه اللي هو بالنسبة لنا هنا النقطة ايه؟ ايه ان سرعة جسمه تزداد كلما اقترب من موضع سكونه والعكس صحيح خدوا بالكم الموضوع بسيط جدا احنا اتعرفنا بشكل نظري في الجزء اللي فات ان الجسم يعني بيبعد عن موضع السكون بتقل سرعته وبيقرب موضع السكون بتزداد سرعته طيب ازاي ممكن نمثل ده بيانيا زي ما احنا شفنا خلال النشاط الصابق فلقينا فعلا ان الجسم بيرتفع لأعلى يعني عند النقطة به فهو كده بعد عن موضع السكون يبتدي بقى ياخد قرار معادي على نقطة السكون كمان مرة وهكذا تمام؟ فبيكون عندي شكل الحركة الاهتزازية بشكل منحنى الجاي بيال قدامنا سؤالنا دلوقتي ما هي خصائص الحركة الاهتزازية هنبتدي نتعرف على بعض المفاهيم المرتبطة بخصائص الحركة الاهتزازية ركزوا معايا خلال الشكل اللي قدامنا هنلاحظ ان الجسم بيبقى عنده نقطة سكون الف تمام؟ بيبتدي يتحرك بعدا عن نقطة سكون الان يصل لبين وبعدين بيرجع كمان مرة الالف وبعدين يعني ينتقل النقطة جيم وبعدين ألف لو حبينا نسمي المسايفة ما بين ألف بي وألف جيم هنسميها ايه؟ هنسميها أقصى إزاحة جاهة اليمين وأقصى إزاحة جاهة اليسار أقصى إزاحة هنا بنسميها ساعة الاهتزازة تعالوا نتعرف على ساعة الاهتزازة ببساطة هنلاقي عنده اهتزاز البندول من موضع السكون في أن أقصى إزاحة بيخدسها جاهة اليمين بأنه بيصل إلى بي وجهة اليسار يصل إلى جيم بيسمى مقدار هتين الإزاحتين سواء ألف بي وألف جيم اسمها ساعة الاهتزازة طيب لما نحب نعبر عن ساعة الاهتزازة بالمنحنال جايبي هتقول لي واضحة جدا يمس قدين احنا كنا عنده ألف وبعدين تقلنا إلى بي فدي أقصى إزاحة بالنسبيني تمام؟ وبعدين بنعدي تاني على ألف ونرجع نعدي على جيم فدي أقصى إزاحة يبقى ألف بي وألف جيم تعالوا نطبق أكتر قدامنا المثال اللي قدامنا عندنا الرسمتين ألف وبي فالمنحنة رقم واحد بيعبر عن ساعة اهتزازة والمنحنة الآخر بيعبر عن ساعة اهتزازة أيضا أيهم بيوضح ساعة اهتزازة أكبر؟ هنلاقي أن ساعة الهتزازة في المنحنة الجايبي اتنين أكبر من تلك التي في منحنة الجايبي واحد تفتكروا إيه سابقا؟ تقول لي مستو واضح جدا لأن المسافة الرئاسية من نقطة السكون لأقصى نقطة اللي قدر الجسم يوصل لها في حالة المنحنة رقم واحد أكبر من المسافة ما بين نقطة السكون وأقصى نقطة وصل لها عند السين أو صادف المنحنة الثاني صح كده؟ وبالتالي نقدر نعرف ساعة الاهتزازة على أنها هي أقصى إزاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه يا ترى إيه هي وحدة قياس ساعة الاهتزاز؟ بالضبط هي متر لو حبينا نسأل مع بعض ما معنى أن ساعة اهتزازة بندول البسيط أربعة سنتيمتر بالضبط هتقولي أن أقصى إزاحة يحدثها الجسم اللي هو بالنسبة لي البندول البسيط بعيدا عن موضع سكونه تساوي أربعة سنتيمتر بس إيه من الأفضل أنك بتحولها للمتر لأن واحدة قياس ساعة الاهتزاز بتبقى بالمتر وبالتالي هي تبقى أربعة من مية متر سؤال كمان ما معنى قولنا أن أقصى إزاحة يحدثها جسم مهتز 6 سنتيمتر؟ ده معنى إيه أن ساعة اهتزاز الجسم المهتز بتساوي 6 سنتيمتر اللي هي بالنسبة لي 6 من مية متر ودلوقتي جي معدنا مع فقرة أكد فهمك السؤال الأول أكتب المصطلح العلمي أدال على العبارات الأتاني رقم واحد الحركة التي يتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية الضبط الحركة الدورية رقم اتنين أبسط صور الحركة الاهتزازية الحركة التوافقية البسيطة ثلاثة أقصى إزاحة يحدثها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه الضبط ساعة الاهتزاز سؤال الثاني معنا علم تعتبر حركة الكواكب حول الشمس حركة دورية غير اهتزازية فكر معايا كده بالضبط هتلاقي لأنها بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية وبالتالي فهي دورية ولكنها لا تعتبر حركة اهتزازية لأنها لا تتكرر على جانبي موضع سكون من خلال الشكل المقابل قدامنا هنلاقي ان الجسم بندول بسيط ونلاقي ان عندنا هنا إزاحتين يا ترى مين فيهم بتمثل ساعة اهتزاز بالضبط أكيد هتختار المسافة الأكبر اللي هي 4 متر مش 2 متر وبالتالي ساعة الاهتزاز بتساوي 4 متر وبالتالي نكون قد وصلنا لنهاية حلقاتنا اليوم شكرا جدا لحسن متابعتكم كان معكم نرمي النادي استشاري تنمية معنية مستمرة بالوزارة شكرا جدا لحسن متابعتكم